موسيقى للا فاطمة موسيقى موسيقى اول حاجة بعدها شكرا للا فاطمة على الاستضافة امين هو واحد الولد كوميدي ولد مدينة بوجنيبة المدينة الفوسفاطية موسيقى موسيقى انا في البداية ديالي بديتهم في المصرح ما بديتهمش في الكوميديا وبحكم ان الكوميديا هي واحد الفن اللي كنتاميته هو المصرح ابو الفونون في 2012 كانت تنظم واحد الفيستيفال في المدينة ديالنا وكان خاص شي وحدين اللي متلو المدينة في هذك المهرجان تفهمتنا والولد اللي هو التنائي ديالي احمد الادريسي اللي كان وجه ليه تحية من هنا سافي قادينا سكيتشات وبدينا شاركنا من تما كنا ربحنا الدورة الاولى وكملنا موسيقى موسيقى التجربة ديرستانداب كانت هي واحدة تجربة اللي خلات الناس يعرفوا امين زين الدين يدخل عندهم وديورهم عبر التلفازة والشاشة الصغيرة كيفاش كانت تجربة كانت مزيانة وكانت خيبة من مزيانة من واحد ناحية ديال انه كيعرفك الجمهور كتتعلمشي حوي جداد كتتعرف كيفاش توقف قدام الكاميرا المرة اللولى وكانت خيبة حيش ما كانتش واحدة المواكبة من وراء البرنامج السبب كيف ما قلتلك هي انه ما كانش واحدة المواكبة من وراء البرنامج ماشي بحل البرامج آخرين اللي كانوا كي سالي البرنامج كي جمع ذوك الوليدات ماشي بحل البرامج آخرين يبقى ويكونوا ديزين فيتاي هنا ما كانش وعودتاني حتى بالنسبة للكوميديين فاش كتدوس في شي برنامج كتبقات انتا ان الناس يعيطو عليك يعني ما كتمشيش نتدير واحدة المبادرة واختتدير ديك المبادرة مثلا وكتمشي اللاسين تيكون صعيب شوية حتى تيكون الكوميدي مكلف بالمجال مكلف بالجانب الفني ماشي مكلف بالجانب التقني ومكلف بالبيع وكذا يعني تتكون شوية صعيبة دك شاله يكون شوية يبقى ودراري كي يرجعوا للور كي يرجعوا كي يرجعوا تواحد لوقيتها ما كي يبقى يعرفهم تشي واحد ومإن هذا السؤال كنجوب عليه ديما ان ذاك الشي اللي عشنا أنا من الدورة اللولى أنا على الدورة دي الالفين وسبعتاش من الدورة اللولى ما بقيتش تفرج وما بقيتش شفتاش نوكين من الدورة اللي كنا فيها احنا ما كانش فيها هنش حاجة يعني ذاك الشي اللي وكانوا يشوفونه في التلفازة هو الذي كنا نعيشه يعني التاريفونات لم يكنوا لدينا المواضيع التي كانوا يفرضون بالصح كانوا يفرضون علينا الكشبات التي كنا نكشبوها كل شيء يعني كذلك الذي كان يدوز في التلفازة كنا نعيشينه السوشيال ميديا كيف ما تنقول ديما أنا حتسيد لي ما كانش متقبل راسي أنني واحد نهار غادي نبان في السوشيال ميديا ولا غادي نخرج للناس ومدن ندير فيديوهات أنك تنقول بلاستي لاسهل ماشي بلاستي الفيديوهات في راس العام كنت حطيت واحد سطوغي في انستغرام اللي كان عندي تقريبا غير شي ألفين ولا تلتالاف تشافت مزيان قلت عليش غادي مقاءنة شادة نحطها نشوفها شنو غادي تطير باش ما تبشيش باش بقديمة ما تبشيش غير ذيك 24 ساعة وتمشي بالحمد لله جابت فيوز كتار سافي من تماكنة بقيت كنحط فيديوهات من راس العام من 1-1-2024 بصراحة لا حيث انا ما كنقولش وصلت لواحد النجاح ما كان واحد شوية ديال الناس اللي كيعارفوني النجاح هو يكون عندك اعمال اما السوشال ميديا را غير واحد الباب منو كتوصل لشي حويش انا بالنسبة لي السوشال ميديا ما زال ما كنش فيها شي حاجة اللي غادي يقول غا نسميه نجاح هي بداية لواحد درجة هي درجة باش انني نعود نرجع للمجال الفني اللي بدي تشوف في 2017 ويلو بدلت بيشي حاجة من غير انني تمقشة تران غادي جاي هاد شيليكين غير بين تانجارباط كازا تانجارباط كازا صافين شيليكين ومشي حاجة اخرى باقي انا هو انا بالنسبة الافكار غير من الحياة اليومية زي ما ذاك شي اللي كان ناقشه مع اصحابي كيف ما كان ناقشه معهم كنجي كان ناقشه في فيديوهاش كينتشي حاجة زي ما تشي سر في المواضيع ولكذا بنادم تبالي انه مواضيع جداد ما تناقشوش ولكن هادوك مشي مواضيع هادو غير افكار انا كيف ما كان ناقشهم مع اصحابي كنجي وكنحاول ناقشهم مع الناس بنفس الطريقة غير هو تيكون شوية ديال الاحترام في طرح الموضوع وفي زي ما الاختيار ديال المواضيع كينشي حويج اللي كنتجنب انني نهضر فيهم هدا هو وقيلة اللي خلى الناس انهم يجيهم دكشي المواضيع زي ما بنفس الطريقة اللي كان ناقشوها مع راسنا دكشي اللي تيكون داخل عندنا في راسنا كنحاول انني نخرجو انا بطريقة زوينا ايو رقيتلك من قدرش ندوي عليهم لقلت شو بلغ رصافي دويتش عليهم شوف انا واحد السيد اللي قلصو تيحلم انا ما عنديش طموح زمامن هنا غدغس نينوصل لهادي ولا والو اليوم تنحلم انني نوصل مثلا لهاديك الدرجة الدرجة التانية ولا التالتة غدغط القاند الدرجة الرابعة ولا الخامسة ماتيوقفش انا تنقول احلام فابور بنادم يحلم ما تنخلص عليهم والو وصلتي لها مرحبا ما وصلتيش لها رواحد النهار غتوصل لها ديروا لايك وبرتاجوا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش تابونا وفلاشين وتفعلوا الجرس لتوصل بكل جديد للا فاطمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة